الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم عنوان الموضوع رسالة إلى مريض نسأل الله أن يشفي مرضانا وأن يرحم موتانا يا رب العالمين وأن يتقبل منا جميع الأعمال لابتلاء خير ونعمة من الله وحب ورأفة من الله وتكفير زنوب من الله وقسم وقدر من الله سبحانه وتعالى خير ونعمة من الله عجبا لأمر المؤمن أمره كله خير إن أصابته صراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له وامتحان من الله نحن في الدنيا في قاعة امتحان من من ينجح بالصبر والرضا عن الله فله الجنة ومن من لم ينجح بعدم الرضا عن الله والصخط خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير نطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين والابتلاء حب ورأفة من الله وتكفير زنوب من الله حتى الشوكة يشوكها الإنسان تصيب الإنسان ويشعر بالألم يأخذ عليها أجر من الله سبحانه وتعالى رحمات وبركات الجنة محتاج صبر وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وجزاهم بما صبروا جنة وحريرة حتى الملائكة سلم على أهل الجنة سلام عليكم بما صبرتم فالمريض أنين المريض تسبيح سياح المريض تهليل نوم المريض عبادة نفس المريض صدقة تقلب المريض على الفراش ناحية اليمين واليسار جهاد في سبيل الله إن عاش المريض مغفورا له جميع الزنوب الحديث اللي رأى الإمام أحمد وإن مات المريض مغفورا له جميع الزنوب لأن محتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى إن شافيت المريض ورد عن رب العالمين أبدلت لحم خيرا من لحم ولم خيرا من دمه ولو توفيت وأدخلت الجنة واستحييت من المريض يوم القيامة أن أنصب له ميزانة أو أنشر له ديوانة وأدخله الجنة بغير حساب إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب فهنيئا لمن يصبر على المرض خيرات وبركات ورحمات وبرد أيضا في الأسر لا أخرج عبدا من الدنيا وأحب أن أرحمه ووفيه بكل سيئة كان عملها سقما في بدني اقتارا في رزقه مصيبة في نفسه في مارف ولدي في أهله حتى أبلغ به مساقيل الزري بقيت له سيئة واحدة شددت عليه في سكرات الموت حتى يلقاني كيوم ولدته أمه فنسأل الله أن يشف مرضانا وأن يرحم موتانا وأن يرزقنا حسن الخاتمة جزاكم الله خير